السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجى ما بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم وبأكد تبسيط العلوم لأن احنا بنشرح بطريقة مبسطة ليس فيها لبسة أو تعقيد ما بخشش في التفاصيل قوي لندي لها فيديوهات مستقلة سواء لي أو لغيري يعني فالغرض ان احنا بنحبب وبنقرب للطلاب والطالبات إلى المقررات بحيث يفهموا المفهوم أو الكنسبت أو الغرض من العملية أو الحاجة اللي حاب نشرحها اللي عايز تفاصيل بعد كده التفاصيل موجودة يعني بنتكلم النهاردة عن استكمال للبناء الضوي أو الفوتو سينزيزز بنتكلم على سلسلة نقل الإلكترونات والفاسفرات الضوئية حد يقولت ما لسه مشروح في فيديو سابق لا اللي مشروح في الفيديو سابق سلسلة نقل الإلكترونات والفاسفرة التأكسودية تأكسود يبقى بنتكلم على اللي حصل في التنفس الخلوي في السلسلة نقل الإلكترونات والفاسفرات الضوئية أما هنا بنتكلم على الفاسفرة الضوئية يعني تكوين الاتب باستخدام الضوء يبقى احنا بنتكلم على البناء الضوئي اللي هو الإلكترون ترانسبورتشين اللي هي نفسها يعني طيب قبل ما نخش في التفصيل بفكركم ان مع حضراتكم علاء السعيد وستاذ كور علم التحالب جامعة سكنرية ومعارح حاليا إلى جامعة القصيم ونبدأ مع بعض على بركة الله البناء الضوئي مش هنخش في التفاصيل اللي في فيديوهاته مرفوعة لنفكركم انه عبارة عن ايه؟ النبات او الكائنات الذاتية التغذية اللي فيها كلورفل وخلافه ودي بتاخد سينكسودي الكربون وبتاخد معها المية بشرط يكون موجود الكولورفل زي ما هو موجود هنا اهو معانا يبقى سينكسودي الكربون والمية والكلورفل ليه؟ عشان ناخد الطاقة الضوئية دي هنا ويربط اللي تنندل مع بعض ويربطهم مع بعض في روابط كيميائية عشان يعمل لي مركب معقد اللي هو الجلوكوز وبيتصاعد الاكسوجين انا عامله بلون ازرق عشان الاكسوجين ده مصدره المية والكربوهادة او السكريات مصدرها سينكسودي الكربون المهم يبقى اذا حولنا الطاقة او النبات يعني طاقة كيميائية اهي اتقدت عشان تتحول الى سكريات وطاقة كيميائية طاقة ضوئية الى طاقة كيميائية نشوف مع بعض كده ورقة النبات بيكون فيها داخل خلاياها بلاستيدات بالتركيب بتاعها المعروف المتعرف عليه مش هنقش التفاصيل بنتكلم على الثيلاكويد او الاقراس اللي موجودة هنا طبعا دي كل المركبات الموجودة داخل الخلية معظمها بيكون الجدر بتاعتها شبهة البلازمامامبرين او الغشياء البلازمي طبق طين فص و لبز بالشكل ده وادي مركز تجمع ايه الفوتو سينسس او عملية الكولورفل بيكون هنا ده المركز بتاع الاصباغ اللي موجودة هنا بيكون الاساس فيه هو كولورفل بالشكل ده طبعا هنا بيقول لنا في الرسمة دي ان لو سي اتش او ده كلورفل بي لو سي اتش سري بدا كلورفل ايه وبيتكونوا كولورفل بين تركيب كيميائي ما احناش في صدده ان احنا نشرحه بالتفصيل النهارة بنروح بعد كده بنشوف اللي بيحصل الاصباغ اللي موجودة ما بتبقاش كلورفل فقط ولكن بتبقى مجموعة من الاصباغ ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى عشان تاخد كل الاطوال الموجية الموجودة مع ان اللي هو الجزء اللي حيشتها اللي هو جزء واحد بس اهو ده اللي عبارة عن الرياكشن سنتر اللي هو قدر في الملك الجزء القدر على انه هو يفعل الموضوع ده بياخد كل الطاقات اللي نازلة دي كلها من اللي حواليه ويدهاله فبالتالي بيحصل في ايه؟ هو تركيب كيميائي زي ما احنا كنا شايفين قبل كده او مركب كيميائي فيتم اثارة الالكترون منه الى مستوى اعلى وينتقل بعد كده الى سلسلة حنشوفها مع بعض وبنأكد الكلام ده هنا اهو يبقى الكلورف الموجود هنا الطاقة اللي بتجيله ومن اللي بتجمع عنده بيحصل انها بتثير الالكترون يعني بتكسب الالكترون ده طاقة فبيطلع من المدار الداخلي ده الى مدار اعلى يبقى كده حصل اثارة ومش هنخش بتفاصيل كيميائية كبيرة ونروح مع بعضها على طول على المهم الكلام ده في جزء منه مشروح قبل كده اللي هو علاقة اللي هو التفاعل الضوئي ادي عندنا نظامين ضوئيين النظام الضوئي الثاني والنظام الضوئي الاول التسمية عشان بس ما نتلربطش هو لما اكتشفوا اكتشفوا ده الاول واللقوا بيمتصع عنده طول موجي 700 نانو متر فسموه الاول بعد كده اكتشفوا ان في واحد تاني موجود فتسمى هنا بس حظوهم ان طلع البيجمنت او الاصبع بتاعته بتمتص الضوء عند 680 نانو متر يعني اقل شوية فاصبح هو ده 680 ده موجود هنا وده الاولان هنا ده النظام الضوئي التاني ده النظام الاولاني المسافة اللي بينهم دي هو طبعا موجودين في الجدار ادي الاسترومة اللي بتاعتين بلاستي ده وادي داخل الثيلاكويت موجود هنا المهم الضوء بينزل على الاتنين فاللي بيحصل ايه احنا اللي حنركز عليه الجزء اللي في النصهم الضوء لما الطاقة الضوئية بتنزل على النظام الضوئي الثاني اللي هو فيه كولورفل اللي احنا شرحينه من شوية في الصفحة اللي قبل كده فبيثير منه الكترون اهو الكترونات مش مهم عددها دلوقتي المهم اللي فيه الكترونات بتثار وبتم استقبالها ده ما شرح في الفيديو سابق ويبتدي تنتقل الى نواقل الكترونات نقل الكترونات عبارة عن سلسلة ايه ادي تاكسي وتاكسي وتاكسي عشان ما ننسهاش يبقى البلاستوكوينو بياخد الكترون ده ينقله اللي بعد منه اللي هو السايتو كروم طبعا ده مختصر مختصر يعني فيه تفاصيل دقيقة فاحنا يمنا نوصل الفكرة ينقل الكترون السايتو كروم الى البلاستو السيانل اللي هو بيتنقل بعد كده يروح لثين حنشوف بس خلي دي هادلوقتي يبقى دي سلسلة نقل الكترونات من المستوى طاقة اعلى الى اقل يصاحب هذه العملية حاكتين الحاجة الاوانية هنا لما اثيل الكترونات اصبح ده نقص الكترونات تانية على طول وفورة نزيجة هذه الطاقة تم انشطار الماء الماء بتنشطر وده حاجة الحقيقة صعبة تتعامل في المعامل لكن تتعامل في النبات رب الله سبحانه وتعالى فبيفصل الاكسوجين اهو الواحده ده اللي هي بتصاعد واللي احنا بنتنفسه ومعه بروتونات بالشكل ده بروتونات يعني هنا فيه ايه الكترونات نقصة هي راحت فين اهي وهو المفروض بينقسم الى اكسوجين وهيدروجين بس الهيدروجين هنا ساب الكترونات بتاعته عشان تعوض اللي نقص هنا وقادي البرتونات داخل الثيلاكويد موجودة هو عملها تتجمع هنا وده اكسوجين حياته صعب اثناء نزول او انتقال الالكترونات فيه سلسلة نقل الالكترونات اللي هي دول خلاص بيحصل الدخول للبرتونات من السترومة الى الداخل فيحصل تركيز عالي هنا بالشكل ده ويتجمع هنا يبتدي يروح للاتب ثنسيز اللي هو مكان تصنيع الطاقة اللي هي الاتب عشان يصنحها لازم ياخد دول يعديه من نحية التانية من التركيز العالي الى التركيز المنخفض فبالتالي بيكون لي اتي بي ادي الفسفرة عشان الفوسفور اضاف لل اي دي بي اللي هو سناء الفوسفيد فيديني ثلاث الفوسفيد بالشكل ده يبقى الخطوة دي هي الفسفرة الفسفرة ايه الضوئية نتيجة الضوء وفين السلسلة اهي يبقى سلسلة نقل الالكترونات قلنا عليها غير دائرية لان الالكترون اللي اثير من هنا ملفش ورجع تاني لا ده انتقل الى مكان اخر هو ممكن يلف ويرجع في حالات معينة وبعض الكائنات الدقيقة ده مش موضوع الفيديو اللي احنا فيه طيب هذا الالكترون اللي نزل لغاية هنا وروح لغاية هنا حيروح فين اه يرجع ايه ده يرجع تاني لا لان المياه انشطرت وتم تعويض مكانه فما كانه بقاش فاضي والحسن الحظ لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الطاقة الضوئية كمان هنا حظه حلو الالكترون لان هذا النظام الضوئي الاول برضو اثير منه الالكترون زي ما حصلهن فاصبح فيه اماكن فاضية الالكترونات تم جاية ده على طول ما عوضها وهذه الالكترونات تمر في سلسلة ناء الالكترونات بس قصيرة جدا مش زي اللي فاتت ولا ينتقى عنها تكوين اتي بي اما اللي ينتقى عنها ايه تكوين نات بي اتش برضو هو عبارة عن طاقة وطاقة معقدة يعني كل جزء من دول كأنه بيعادل تلاتة من ده الالكترون بينتقل اللي بينتقل النات بي بصد عشان يديني يجمع البرتونات مع النات بي عشان يديني النات بي اتش طبعا ال اتي بي والنات بي اتش موجودين فيه الاسترومة بتاعة البلاستيدا الاسترومة بتاعة البلاستيدا او عشان هيروحوا بعد كده للقطوة اللي بعد كده هي او تثبيت سنوستيك كربون اللي هو تفاعل الظلام طيب يهمنا ننتبه هنا لاكتر من امر نمرة واحد ان اكسوجين هنا مصدره مين الميا في المعادلة بتاعتبار التضوي ان اكسوجين مصدر الميا اهو حصل انشطار الميا يبقى انشطار الميا بيحصل في التفاعل الضوء اللي هو قدامنا ده اجوح نمرة اتنين الضوء الثاني تم تعوضها منين من المي طيب واللي اسيرت هنا الي اسيرت الي اسير نملك من فوتو سيستم اهي تم تعوضها من الماء اما الالكترونات اللي اسيرت من النظام الضوء الاول سيتم تعاوضها منين من اللي اسيري منيين باتنا النظام الضوائي الثاني يبقى حصل عندنا سلسلة نائل الاكترونيات ما بين النظامين الضوائيين النتج عنها انestylehip بالشكل ده نشوف مع بعض الفيديو ده نشوف وهو بيحصل معنا هنا كده اهو هدي الخلية في النباتات ويبتدي ادي كدور بلاست بالشكل ده كده وحنشوف التركيب الداخلي بتاعها اللي هو الوحدات بتاعة الثيل اكويد وحنشوف التركيب بتاعها اللي بعد كده اللي هو التركيب الضقيق يبقى فيه السائل اللي بيملة البلاستيدا اسمه استرومة وفيه الدول الوحدات اسمهم ايه اهم نروح على الثيل اكويد ونشوف الجدار بتاعها نلاقي التركيب اللي احنا كنا قايلينه من شوية ينزل الضوء الفوتونات تقى ضوئية تثير الكترونات من هنا ده نظام الضوء الثاني اثناء هذا الانتقال يحصل تكسير للمية انشطار للمية وتعوض الكترونات اللي نقصت دي من المية فيطلع اكسوجين واجي بروتونات بالشكل ده كده اهي طيب يبقى كده الكترونات عرفناه حصل له ايه وشوفنا هنا فيه بروتونات ده من الضوء الضوء الثاني والاللكترونات دي حتروح فين للبلستوكوينون اللي هي سلسلة نقل الالكترونات اللي احنا هنشوفها دلوقتي فيبتدي ده ياخد الالكترونات من هنا وحنشوف هيروح الوضيع على المركب الثاني لوازي السيتوكروم ويبتدي خش صاحب العملية دي دخول بروتونات هنا يبقى فيه بروتونات دخلت اهي مع البروتونات اللي جهنت جاية من المي طيب وبعدين ايه اللي هيحصل الالكترونات ده يبقى موجود هنا يبتدي ينزل تاني العملية دي مستمرة عمال اهو يعوض الالكترونات وتنزل الالكترونات بالشكل ده كده وهكذا يبقى الالكترونات عمالها تتنقل بالشكل ده يصاحبها دخول من هنا اثناء هذه العملية اه البروتونات دي تروح لفين للاتي بي ثن سيز عشان تطلع وتتوين للاتي بي بالشكل ده اللي هي الفاسفرة الضوئية اه طيب وبعدين اه هنا بقى الكلام ده اللي فات ده اهو الكلام اللي فات اللي هو الغاية هنا ده بالشكل ده اهو ده عمالية الفستفروليشن لكن بنشوف تفصيل لها زي ما هنشوف دلوقتي العملية بقى فيها حاجات في النص هنا اهو في مركبات نواقل تانية للالكترونات يبقى بس احنا وقفنا هنا عشان نعرف ان البروتونات اهي اللي كانت جاية من السترومة ودخلت جوه او اللي جاية من المية هتروح هنا في اللي هو المركب ده او اللي هو مسؤول عن تبقين بالشكل ده اللي هو بيعمل ايه اذي البروتونات ادي البروتونات اهي جماعة الخير اهو بالشكل ده ادي البروتونات اهي وادي الفوسفور مع الادب عشان يبتدي تكوين مين اهو الاتب وهكذا اهو هنا بقى طيب ده النظام الضوئي الثاني طب لما نيجي نشوف اللي بيحصل بقى في النظام الضوئي الاول اه نفس الكلام الضوء حييجي عنده وحيثير الالترونات من الفيردوكسن وبعدين تروح للنات بي رداكتيز اه اللي هو ليه علاقة بالنات بي اهو وحييجي البروتونات من برا اهي مش احنا قلنا كان فيه اتي بي هنا كان بيتصنع وكان يطلع البروتونات تطلع تخش من تطلع من من الفيردوكس او الفراغ بتاع الطايلهوي تطلع السترومة اه يبقى هي دخلت في الاول عشان تكون اتي بي لما طلعت برا حيستقبلها النات بي بوزيتيف عشان ييجي هنا زي ما حنشوف اهو بالشكل ده يبقى البروتونات استفدنا بيها لما دخلت جوه عشان تطلع من اتي بي عشان تكون لي من اتي بي عشان تديني اتي بي وبعدين ترجع هنا هو تستخدمها النات بي اتش لما طلعت له برا هنا عشان يديني النات بي اتش ده بوزيتيف يبقى يخد الالكترونة من هنا يبقى اتش عشان يبقى نات بي اتش اهو بالشكل ده يبقى شوفنا مع بعض هنا من شوي اهو الات بي وهو بتكون بالشكل ده ودلوقتي بنشوف النظام الضوء التاني اللي هو كون لي النات بي اتش تو وقادل عملية كلها بتتم بالشكل ده بنرجع للشاشة اللي قبلها اهل يبقى قادي النظام الضوئي الثاني من عنده لغاية النظام الضوئي الاول كان بيطلع للاتب النظام الضوئي التاني حمل الجزء اللي بعده حيكون اللي النات بي اتش وبكده بنكون كملنا او اتكلمنا عن الف اصفرة بس ايه الضوئية بتاعت البناء الضوئي في تفاعل الضوء وشفنا الاتب والنات بي اتش بي كونه ازاي ان كنت احسنت ووفقت فمن الله وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما يتنفعنا به وانفعنا بما علمتنا والى ان نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم نلقاكم على خير واترككم في رعاية الله وامان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته